أستاذ عصام تفضل أستاذ عصام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله الله يخلي أقول لحضرتك حكم القرآن في العلاج بالقرآن حكم القرآن في العلاج بالقرآن حكم شريعة شريعة في العلاج بالقرآن ما أرد عليك مش أنت بتسألني حكم القرآن حكم الشريعة في العلاج بالقرآن أرد على حضرتك بصوا جماعة شباس نفسك في المسألة دي في فرق كبير جدا جدا إن القرآن فيه شفاء فيه شفاء للمشكلات اللي بينا فيه شفاء لواجع القلب والذكر اللي فيه ألا بذكر الله تطمئنه القلوب فيه شفاء من الخلافات اللي بينا فيه شفاء للنوازي اللي بتحصل فنستنبط لها أحكام فالقرآن فيه شفاء نعم فيه شفاء لكن تحويل القرآن إلى أقراس وإلى مادة علاجية ده عدم تنزيل القرآن ما نزلته القرآن مش كيمية القرآن مش عقاقير القرآن ذكر حكيم القرآن جليل انتوا عارفين لما تحولوا القرآن إلى عقاقير إيه اللي هيحصل هيجي الناس اللي تاخد منكم اللي انتوا بتسموه علاج ده وما يؤثرش فيها يؤدي ذلك إلى عدم يقنهم بالقرآن طب وما لإيه حكاية العلاج بالقرآن ده الكلام عن الرقية هو كلام عن البركة القرآن الكريم عن نور القرآن الكريم لكن تحويل القرآن والكلام على إن صيدلية القرآن بقى ويبقى فيه علوم كده وناس تعد تتكلم كتير وناس تروح مجمعة دي إحنا نعمل حاجة اسمع العلاج بالقرآن ويبقى فيه حد لا هو متخصص في علم النفس ولا هو متخصص في الطب ولا هو متخصص في أي في الاجتماع وداخل في عماق مشاكل الناس ورايح اللهم أنا عليكم بالقرآن فإيه اللي يحصل فالناس تتضغبط عندهم المفاهيم والناس تتخلف طب أنا بقول إن العلاج بالقرآن تتخلف لا بقول إن استعمال هذا المفهوم أدى بهذا بعدم الاحترام للقرآن الكريم أدى إلى إيه أدى إلى مشاكل كتيرة أدى إلى إنشاء مجال جديد اسمه مجال تجنين المجتمع عندنا مجتمع كده نشرنا فيه فكرة الجن اللي يطلع علينا بعد كده حد يقول أعلم ملكه من الجن ده بالعلاج بالقرآن طب إيه إنت إيه إيه اللي إنت عملته ولا حاجة لا عنده علم يعني هو مراه هو عالم ولا عنده فهم ولا عنده أي حاجة ويتوسع بدا صديقي اللي اتصل بيه بيقول لي كده إحنا اللي نعرفه إن إحنا عندنا رقية والرقية رقية رقية يعني إيه رقية تبريك الرقية فضل من الله الرقية دعاء الرقية رجاء الرقية الانتجاء إلى الله لكن إن إحنا نخلي العلاج بالقرآن بديل عن التداوي دي كارسة دي كارسة ليه؟ لأن دوة يدخل الناس في اختبار مولانا سبحانه وتعالى فاتقوا الله إحنا عندنا رقية أها عندنا رقية لكن لا تحول القرآن إلى عققير هذا لا يليق بمقام القرآن بمقام القرآن ولا يليق بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم